أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإداري عبدالله الباكري على أهمية تفعيل دور مكتب الضرائب بالمحافظة ووضع آلية عمل تحصيل ضريبي إنسيابية تعزز ثقة الجمهور بالمصلحة ومحصلها وتضمن تحفيز العاملين في التحصيل الضريبي ومكافأة المبرزين ومحاسبة المقصرين منهم جاء ذلك خلال تفقده بمعية مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شوق الجوفي سير العمل بمكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة ومستوى الانضباط والأداء وخلال الزيارة استمع الوكيل الباكري من مدير عام المكتب عبدالكريم علي حميد ومدراء الإدارات إلى شرح حول خطة المكتب لتحسين مستوى الأداء الضريبي والاحتياجات لتنفيذ الخطة مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية المكتب ومديره الجديد بما يمكنه من تفعيل دور المكتب الضريبي تنفيذا لرؤاه وخطته التي تنعكس إجابا للارتقاء بالمكتب ومستوى أداء الموظفين في مختلف الإدارات وشدد الوكيل الباكري على منتسبي مكتب الضرائب العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود لتنمية الإرادات ومتابعة التحصيل من المكلفين بشكل صحيح ووفقا للقانون وتوليدها إلى البنك المركزي أولا بأول دون تأخير